إنها تلعب بالنار اتهام مباشر لدولة الإمارات موجه من قبل مسؤول أمريكي حيث قال جيرارد فريستاين السفير للاية المتحدة الأمريكية لدى اليمن إن الإمارات تدير لعبة خطيرة على مستقبل اليمن قد تؤدي إلى تقسيمه وتفتته حسب تغريدة له على تويتر وكان من اللافت أن السفير الأمريكي السابق أشار إلى عدم وجود اتفاق جنوبي على انفصال اليمن فليست كل المناطق الجنوبية ترغب بالعودة إلى ما قبل عام 1990 مستدلا بدعوة النفير الذي دعت إليه المهرة لمواجهة ميليشيا الانتقالي تحذير المسؤول الأمريكي من الدور الخطير الذي تؤديه الإمارات في تقسيم اليمن تزامن مع الموقف الرسمي لواشنطن الذي أكد دعمه للحكومة الشرعية واستنكاره لاستيلاء المجلس الانتقالي على عدن بالقوة بل إن الحكومة الأمريكية على لسان متحدثها أكدت لصحيفة الشرق الأوسط السعودية دعم الجهود الساعية لبناء يمن موحد لكل اليمنيين فيما هو معلن فإن موقف المجتمع الدولي موحد ضد الانفصال فبالتوازي مع الموقف الأمريكي كانت بريطانيا قد حذرت في وقت سابق المجلس الانتقالي من خطورة الاستمرار في التمرد على الشرعية كون العالم لن يعترف بغير الحكومة المجمع عليها دوليا وقد فسر موقف واشنطن ولندن على أنه يأتي في سياق رفض الانفصال كونه يهدد المصالح الدولية والأمن الماي اتهام اليمن رسميا للإمارات بتنفيذ انقلاب عدن ودعم الموقف الدولي لصالح اليمن الموحد فضلا عن تعديل شبوة لميزان القوى عسكرية لصالح الشرعية وضع أبو ظبي وفق مراقبين في مأزق كبير عبرت عنه التغريدات المكثفة لمقربين من الإمارات في تويتر اشتركوا في القناة